في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية جيبوتي استقبل دولة رئيس الوزراء بجمهورية جيبوتي عبدالقادر كاميل سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين جمهورية جيبوتي والبرلمان العربي خاصة على المستوى البرلماني إضافة إلى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك وقد أشاد دولة رئيس الوزراء الجيبوتي بالجهود الكبيرة التي يقوم بها البرلمان العربي كمؤسسة معبرة عن تطلعات الشعوب العربية مثمنا حرص رئيس البرلمان العربي أن تكون جمهورية جيبوتي أول دولة عربية يزورها بعد انتخابه رئيسا للبرلمان العربي معتبرا أنها رسالة مهمة تعكس حرص البرلمان العربي على تعزيز التواصل مع جميع الدول العربية ودعمها في جميع المجالات ومن جانبه أشاد رئيس البرلمان العربي بجهود الإصلاح الاقتصادية التي تقوم بها جمهورية جيبوتي وهو من عكس في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ على مدار السنوات الماضية فضلا عن إدراجها ضمن قائمة العشرين بلدنا الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 وشدد العسوم على أن البرلمان العربي يدعم الجهود التنموية الملحوظة التي تقوم بها حكومة جيبوتي مضيفا أنه ينتهز فرصة هذا اللقاء الهام لدعوة جميع الدول العربية إلى تعزيز تواجدها وانفتاحها على جمهورية جيبوتي وتطوير الشراكة معها في جميع المجالات وعلى كافة المستويات ترجمة نانسي قنقر